تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالبدء الفوري في تنفيذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل الخاصة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020 واستكمالاً للمرحلة الأولى والثانية التي تضمنت تطوير تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع جبل علي لهباب وإنشاء جسور تخدم حركة الدخول والخروج للمعرض على شارع الشيخ محمد بن زايد أرست هيئة الطرق والمواصلات عقدي المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو 2020 حيث ستشمل المرحلة الثالثة تطوير تقاطع شارع جبل علي لهباب مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل هيان وتحويله إلى تقاطع حر وذلك من خلال رفعه مع الطرق التجميعية الخدمية بعدد إجمالي خمسة جسور وتوفير حركة الالتفاف والوصلات الحرة بعدد أربع لتأمين سيابية الحركة المرورية من شارع جبل علي لهباب شمالاً إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل هيان باتجاه شارع دبي العين كما ستوفر هذه الوصلات حركة دخول للمعرض من شارع جبل علي لهباب جنوباً إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل هيان وحركة الخروج من المعرض إلى شارع جبل علي لهباب شمالاً بالإضافة إلى توفير حركة الخروج من المعرض من خلال حركة التفاف مجسرة على امتداد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل هيان باتجاه التقاطع إجمالي أطوال الطرق 6.5 كيلو متر وإجمالي أطوال الجسور 3 كيلو مترات أما المرحلة الرابعة فستتضمن تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل هيان وذلك بزيادة عدد المسارات من مسارين إلى خمسة مسارات في كل اتجاه بطول 4.6 كيلو متر بالإضافة إلى تطوير ثلاثة تقاطعات على طول مسار الطريق يتمثل التقاطع الأول في تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل هيان مع شارع اليلايس وتحويله إلى تقاطع حر وذلك من خلال رفعه مع الطرق التجمعية الخدمية بعدد إجمالي أربعة جسور وتوفير حركة الالتفاف والوصلات الحرة بعدد اثنين وذلك لتأمين سيابية الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل هيان غربا إلى شارع اليلايس شمالا باتجاه شارع الشيخ زايد ومن شارع الشيخ زايد بن حمدان آل هيان شرقا إلى شارع اليلايس جنوبا باتجاه شارع الإمارات وقد شملت تقاطعان الثاني والثالث إنشاء جسرين بمسارين في كل اتجاه على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل هيان كل جسر محكوم بإشارة ضوئية لتوفير الحركات المرورية التي تخدم مجمع دبي للاستثمار كما سيتم إنشاء طريق خدمي على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل هيان وشارع اليلايس في كل اتجاه وتطوير مداخل مجمع دبي للاستثمار إجمالي أطوال الطرق عشر فاصل ثلاثة كيلومتر وإجمالي أطوال الجسور اثنان كيلومتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة